براهيمة لما تلعب يعني في فارق عريق وتبني تبني يعني حجر بحجر إنجازاته لازم تفرح لأنه مدى بك هذك البنيان ما يطيحش ما ينهى ما يروحش يعني في سنين قليلة ننظن كل واحد تجازم هذا الفارق يتمنى له الخير كل واحد يتفكر الذكريات وقبل سنوات يعني ماضية كنا احنا كلاعبين كنا نتمنى نتوجه بهذا الشي وكانت عندنا هذه الخيبة الامل الآن فرحنا فرحونا هذه اللاعبين اللي راهم دوكا في اتحاد العاصمة وعشنا الفرحة وكنا ما نتمنى وش الخيبة الامل اللي عشناها احنا في هذه السنين لأنه كان عندنا فارق جد وقوي ولكن ما سعفناش الحظ باش ننالوا ولو هذه المنافسة ما لعبناهاش بزاف لأنه احنا كل سنة كنا مرتبة الاولى مرتبة التانية كنا نلعب كثير دوري ابطال افريقيا اللي كان صعيب جدا نعرف الكواليس افريقية نعرف كل ما يجري في افريقيا ونعرف كيفاش يعني في النصف النهائي كيفاش خسرنا مع اينينبا يعني ما كناش نستاهل عالفين واربعة عالفين وثلاثة نعم نعم مع المرحوم عبدالوهاب الله يرحمه كيفاش يعني هنا يعني ينحيلك هدف وينحيلك ضرب الجزاء والهيك يزيد لك تسع دقائق يعني باش تخسر هاد الامور يعني بدأت تتروح بدأت تزود هذا كل تسويج الاتحاد هذا الموسم حسين يعني كان ايضا بفضل يعني التحكيم الجيد حتى خارج الديار لأنه شاهد يعني تحكيم ضد اتحاد الجزائر في المباراة لاتحاد ملاعب كذلك ملاعب يعني فريق اتحاد العاصمة دايما الفريق اللي يلعب كورت قادم انت كي تروح الافريقيا واش تتمنى ابراهيم تتمنى ارضية ميدان جيدة وتتمنى المناخ يكون يعني نوعا ما ملائم احنا هاد شي جمع وقع في مباراة اتحاد العاصمة طح ويعني مع الجيش يعني اللي هو دايما عنده ارضيات مليحة ويلعب كورت قادم يلعب يعني كورة نقية وجميلة والاحسن فاز فهذا المباراة